هذا وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدولة تفاقدية بالمعرض الدولي للصناعة في دورته الثانية والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية كما تفقد الرئيس السيسي عددا من أجنحة الشركات من بينها جناح المدرعات بالمعرض الدولي للصناعة والذي يشمل 700 صنف من قطع غيار وأجزاء تكميلية لرفع تفاءة المدرعات وجناح مجموعة شركات تأهيل وجناح إنتاج مراكب الفايبرغلاس اليخوت بالمعرض الدولي للصناعة فضلا عن جناح الشركة القابضة للأدوية والتيمويات والمستلزمات الطبية